كماما دي بتضيقني النفس بيعمل شابورة على الموبايل ها ديني فتحت الكهر استنى ما نديل بس هنا كده بعش فتان خيفة كماما دي تروح هنحطتها بجيب بس الجوانتي انا الجوانتي بلخفيني بس ماشي وبيدف حلو يا اخياني بسم الله الرحمن الرحيم الناس داخلتها عايزين ننور بالكشفين بقى لانا نسيت اجيب اخيرا ايوا اخيرا يا سيد انا معاك بس انا هستنى انا مستنى ياك ده مين محمود الدماطي محمود انا كلمتك انت اللي كلمتني ايوا حوضة اهلا وسهلا بيك مش الاسئلة دلوقتي يصبروا اما الناس تتجمع شوية هبتدي ارد على كل حاجة واتكلم معاكو اوصل بس في الطريق اللي انا ماشي فيه اللي مش بقيله طريق انا جاي ومعايا واحد قريبي لا ده طريق طريق فل قوي انت في الشونة ايه الشونة دي عمي انا معرفش قوي خلي بالك الحاجات دي فاتح لايف عشان الناس ولا عشان خايفهم الطريق يعني انتوا هتسلوني في الطريق اه يا عم قولينا كلام يوعقل شوية عشان انا سريع البلوك يعني انا دلوقتي ماشي في الطريق وعملت وجاب الناس الناس لو طالعلي حاجة الناس هتعمل ايه لسه فتح دلوقتي لسه ماشي في الطريق يا جماعة لسه ماشي في الطريق بس جايب معايا اولا نسيت الحامل هحكي لكم كل حاجة هقول كل حاجة بس اما مشي في الطريق واوصل عشان ده طريق دمار حبيبي اهلا وسهلا بيك هقول لكم رايح فين وهقول كل حاجة بس اصبره بس نوصل لان احنا ماشيين اه في الطريق بس مش لوحدي معايا واحد قريبي ايه الناس الجميلة بقول بحب انا بقيت متعلق بيك وطريقة غريبة بحبك والله انا بحبك جدا وبموت فيكم طريق ايه ده يا بهشرح كل حاجة بس شا ما عودش عايد تاني لما الناس تتجمع شوية والراجل اللي عامل القلوب ده يعني قطر الف خيرك حبيبي تسلم يا غالي لا عم عبده ايه بقى ديني خلعت ولا عبده ولا بدنجان ماليش دعب عبده انا جاي ماشي في طريق مش عارف بس انا معلش انا اسف يعني معايا قريبي وجاب كشاف انا يعني موبايل صغير مرادي وقريبي معايا جاب كشاف بس ما نعرفش ان هي هتبقى ضمار كده هقولكو كل حاجة جماعة الجو شبورة فعلا النهاردة ده حقيقي بس انا يعني شاف قدامي يعني انا بحبك والله ده ايه الجمال ده النهاردة الناس جميلة مش انبرح المحبطين خلوني مش رايح تاني حبيبي بتاع القلوب مو ايه محمد فين الراجل يا سلام الراجل اللي محترم اللي بتاع الدعم وفي ناس في الدعم خلعت مني مش عايز منهم حاجة والله بس بحب الدعم يعني التشجيع ده بيفرق معايا كتير حبيبي تسلم والله مش مهم تبعت ايه المهم النية ان في دعم يعني كيو تي ار شكرا الف الف شكر بحبك وانا بموت فيك وحات ربنا من كل القلوب اللي انت بعتها دي ياسر يسر بس انا الطريق ده مش خوف وحات ربنا انا جاب واحد قريبي معايا وحات ربنا علشان التطورات يحصل حاجة انا برضو غريب عن هنا ومعرفش قوي حاجة هنا ده ايه ده بقى ده بيه الده ولا ايه مبنى مبنى حبيبي يا يسر وانا بحبك جدا ربنا يسطرها احسن انا خدت معايا حد النهار ده واحد قريبي فعلا معايا هو اتمنور بالكشاف اهوت وانا كشافي بس احنا حقيقي غلطانين لو اعرف كنت اجيب آآ كشاف كبير طب انا عايز اخش اشوف ايه ده ان انا مستكشف جديد في حتة دي مية دي يا دي فحرة مع نفسها وفيها مية كده طب انا عايز شوف البيت ده ايه انا مفكر ده غراب ولا حاجة لا طب ثواني كده يا حناوة يا ده غريب قوي قوي ده بيت مهجور وسقف وهوص يا جماعة سقف واقع هشتغل بيوت بقى زي بتاع السعودية في حاجة بتنقط علي مش عارف ده ايه لو عتشتي وتعمليها معانا والنبي انا ده باين ولا ايه ما اعرفش بس ده بيت ضيع خالص 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 نور حاجة كده معي اه يا انهار ابيض ده مين كان هيعيش هنا في وسط الحتة دي صباح الورد صباح الجمال مستنيك مبور سعيد انت جميل والله العظيم انا قلت اه شفت هتقفل خالص انا فعلا ما كنتش هفتح يا جماعة بس انا فاتح اه ارد على الناس اسئلة وهتكلم معكم شوية انا شغل من الساعة اتنشر وتلات اربعة دقيقة كده تعالوا نطلع برا البيت ده كده نشوف ايه هنا لانواضح ان هو بيت بس مفيش حاجة الحتة دي فيها بيوت مهجورة هادي طريق طب احنا فيه طريق هنا هوت جنب البيت ده تعالي مش يمل في وشنا ده احسن نشوف يمكن يطلع ايه مفيش دعوة عايزين جروح المكابر يا جماعة من الناس المكابر بفهموا غلط مفكرين اللي عملوها فاهميني غلط ادلم الشاشة لا متدلم امامية بيوت يعني تقدر تقول في الدمار الشامل يعني بيوت في حتة مضيعة خالص مهجورة فقلت كيوتي ار حبيبي تسلم الف الف شكر لا مش هروح المكابر لا 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 بعد اللي سمعتم برحل انتو كل واحد عمال يتكلم كلمة لا مش هروح سولجان كمان يا حبيبي يا غالي والله ايه انا معرفش السولجان يعني ايه بس انا باسمع في اللايف اللي يجي له سولجان يقول يا سلام متشكرين والله العظيم وحيات ربنا معرف السولجان ده ايه بس بشوف اللي بيبعت سولجان بيشكروه فبرضو مش مهم سولجان او غيره انا بشكرك جدا جدا بس انا بقى اللي عندي حب استطلاع عايز اعرف الحتة دي الحتة دي قالوا عليها فيها بيوت مهجورة هو نفس الكلام قال لك فيها اعمال وفيها بتاع ده وفيها ديابة وفيها تعالب وفيها كل حاجة بيت فعل فلوس ربنا عم اه متشكرين ده بيت ده والله العظيم طب فين فين وجهته عايزين نشوف وجهته اه ده بيت محدود طب نور كده اللي الصورة صعبة يا اخي تسندق عارفين البيوت المهجورة دي اه على طول تلاقي فيها بتاع ده اه يقول بيبقى فيها جنه وفيها عفريت وفيها مش عارف ايه وكلام من ده وهطلع ابص فيها ورده الاضاءة ضعيفة فعلا والله احنا غلطانين كما فون نجيب كشف بس ده بيت ده انا عايزة بص على البيوت ديت بس هنا مهجورة بايه بجنون بقى مش مهجورة من اللي انت بتشوفها دي اه منورة بقى ولا حاجة ولا كده لقى دي ضاعة خالص يا نهاري السود طب استنى انا عايزة شوف فيه شايف زي فحرة كده ايه دي اه ده بيت واقع فعلا مهجور طب استنى انا عايزة اخش كده شوف ايه ده كيو تي ار الف شكرا حبيبي يا غالي طب استنى جمعا نخش البيوت دي انا شايف فحرة غريبة قوي 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 بص يا جماعة الفحرة اللي موجودة دي دي بتاع التعلب دي التعلب بيستخبى فيها الفحر اللي انتو شايفينها دي دي بيت التعلب عمرك ما هتحلم بتشوفوه اهو بص اخش لك شوية نور كده دي بيوت تعالب يا جماعة ده بيبقى فيها تعلب ممكن يطلع لنا واحد تتفاجئ ان يطلع لنا واحد دلوقتي والله العظيم ده بيت التعلب التعلب بالمنظر ده بالطريقة دي بيفحر كده ويخش فيها ويباد فيها وينام فيها ماشي بس ده بيت مهجور برضو ماشي اطلع بس بس ناعدين نأمن نفسنا اللي تعالب يطلع لنا كده ولا كده واحد فى اطلع بيدي فى قودة تانية برضو اببص بص الحتة المفتوحة دي ده بيت التعلب اهي الخرم المنور ده ده كده تعرف انه تعلب على طول ممكن تلاقي نام جوه. نيني فينك يا نيني? يسايباني لوحدي ليه بس. اه دي بص الفتحات دي الخرام دي يا جماعة والله العظيم ولا ناشونال جيو جرافيك هتجيب لك ده. لا التعلب ما بيكلش البني ادم على فكرة. ده سبب دخولي ان التعلب جبان. التعلب بيخاف. بس انا قلت فرصة اوريكو البيت بتاعه. ده للمرة التانية التعلب بيفحر كده ويخش جواها. وبيفحر حتة غريبة يعني مسلا ايه? بيفحر حتة جمدة جمدة كبيرة مش زي كده? لا بتبقى. ممكن تلاقيه تحت جوة وسامعنا وحاطرب بنا. هو ده نظام التعلب كده. عشان ان انت ما تدوخ عليه بالنهار لو مدت مش هتلاقيه. وادي واحدة تانية هيت. قلبي. مين اللي بيقول قلبي ده جميل? نيني طبعا حبيبتي والله العظيم وتشكرين جدا الف شكر. ابي ولا ايه? مش قلبي تلاتة. نور محمد. فادي. لا يا جماعة انا نوت النهاردة ما روحش للمكابر. لان انا يعني اسمعنا كلام والله العظيم. يعني الواحد زي اللي قلت عم انا واجع دماغي ليه? اراح اجيب اعمال لو انا عايز اعمل خير من حتة تانية. واقسم بالله النهاردة. نيني شكرا الف الف شكر. كيو تي ار الف الف شكر. والله العظيم ما كنت استنى بس شوف السكة اللي قدامي. عشان الحتة مدربكة. نيجي من هنا فعلا. دي ايه دي حاجة. ايه. ادوس عليها. ولا ادوس عليها طعب ايا. ايه. ادي. اشوف بس كده سولاجون تاني. يا سلام يا جماعة. والله مش عارف اقول لكم ايه. بس يا جماعة يعني يا ريت لو حد وعود ده العود دقيق يو تي ار. والله انتم ناس محترموا وحيات ربنا للدعم وحيات ربنا كتر الف خيركم. انا بنت اختي بقت مدمنة مقابر. ده باعمل ايه والنبي. يعني بقول لي قريب اعمل ايه واحدة بتقول لي بنت اختي بقت مدمنة مقابر. اه انا بقى عبي اللي سود المنيل ان انا زي بنت اختيك دي. انا مدمن اماكن زي كده. عارفين شكرا كيو تي ار الف الف شكر. الناس اللي هي بيقولوا عليهم ايه المغمرون اللي بيغمروا بيحبوا المغامرة. انا بقى كيف الحاجات دي. بس انا اتفاجئت بحاجة غريبة. ده مش ممكن ده بيت. طب معلش نور معايا كده يا لهوي. ده بيت? طب احنا ده الباب كده? يا سواد منيل. شباك تقاضي على البحر بان عليها. انت تستهل كل خير. ربنا خليك يا ربك اطلق الف خيرك. يا جماعة المقابر انتو الناس زعلتنا مبارحات ربنا. انا عشان تعرفوا ان انا مش بعمل لاي هدف روح تماسك وعشرين تلاتين واحد. اه يا اهاب بكلمك مين يا حبيبي اقول انا معاك. اه روح تجاي عامل بلوك بلوك ومرايح دماغي. الحتة دي. اكسم بالله الرجل بيتكلم ده صح حمادة. حمادة. اهاب بيقولك الحتة دي. اه مرعبة اكتر من الترب. حقيقي اكسم بالله. دي تخوف اكتر من الترب. وانا بحبك قوي. محمد. وحيات اغلى حاجة عندك. ما روحش اجدعان بعد اللي سمعنا مبارح وتمثيل وقفل. انا مالي واحد تعبان وساب الدنيا وزهق وراح وعنده سكر. هاعد دلاتي بس شوف لي حتة عمد فيها. بس بص الحتة دي. وساب الدنيا اعمل ايه? انا لقيته في وشي. يعني اعمل ايه? طب اقول له يقول له النبي ما كنتش اكلمه كنت اليه في واحد دور. مجبر مبارح غصب عني. في حد معايا قاملتلكم في الاول معايا ابن عمي. هقول لكم عملت ايه? وعملت كل حاجة هكلمكم. بس استكشف المكان بس يا جماعة عشان انا ايه? ما ادحكش عليها في حاجة لان بيت غريب بالشكل بص. كيوتي ارست. عيون للحسد. والله يا رب بيدي عندنا الحسد فعلا. بس انا اشوف البيت الغريب انا كنت اي بيت بروح دخله وتارس ودخله ما بيهمنيش ده اخش ازاي والنبي بص الباب يعني ده كده باب. نور هنا كده على الحتة دي على الباب عشان نوضح المدخل. ده مدخل اخش ازاي? حقك علي انا. ده في ناس من اللي هم عاملين صداقة. آآ عملت لابلوك برضو حد اللي فاكر قوي اسمها توتا. آآ تقول لك ده مش عارف بيقول ايه ولا بيوص ايه ولا بيربط ايه. والتانية تقول لك ده النت قطعت واحد اسمه علي حتى فيه واحدة فاضلة. عايز اشكرها من اللايف. آآ ان هي مكتوب انا مفتكر يعني الشيرين ثمنمية وعشرين او رقم يعني. آآ ما تقول لها رحمي نفسك يا حجة يعني ان انا بقطع النت عشان اربط ولقنه اقول له ايه. يعني انت اجيب واحد مثلا وانا اعمل اللي جايبه. مش عارف اقول له اقول كلمتين خلاص دي محتاجة تلقين بص الغباء بقى. الله هلقنه ليه يا عمي? ما انا من غير حاجة معلش صفحتي فيها ناس وفيها لايف وفيها اعداد وفيها كزا وهو. وبعمل شغل العربيات وجاب نتيجة وجاعد مغي ليه? ايه حاجة جات قدامي بالصدفة اكسم بالله الحكاية دي جات معي بالصدفة مش بتاع كده انا اصلا. آآ فتقول لك آآ بتلقنه هلقنه هقطع النت عشان لقنه طب الصوت كان بيقطع هقطع الصوت ازاي والنبي? الصوت قطع الشبكة. الحتة دي يا جماعة شبكتها زفت اكسم بالله انا جاي هنا بعد ما دبيت المشوار ماشي على رجلي. آآ خفت ان يكون مفيش نت هنا ولا شبكة. حتى اول ما فتحت جات بصعوبة شوية. آآ فروحت جاي بها. رحت جاي مشاغل نت. بس صوريكم البيت ده الغريب المتوحش ده بصراحة. بص يا سيدي. يعني ده ايه باب ده كمان? ده شبك? ده والله كويس. يعني. لا والله حقك علي يا عم حقكو على راسي ويعني سوري يعني جزمتكو على راسي من فوق. فقلت قليبها بقى ايه? آآ بتاع ده. اماكن مرعبة. زي الرجل ابن الحلال بتاع السعودية. وانا بالمرة انا بحب كده. انا بحب المغامرة. فقلت انا اتفرج واشوف. استنى كده. انا شوف الظهر ايه كده يعني? ولا ايه ده? مش هنعرف نمشي. مش هنعرف نمشي هنا صح? خلاص بلاش بلاش هنفي حتة مكسرة وبنيلة بنيلة. ده انا بص تحت هي ايه? دبش ده ولا ايه? ما عرفش. فالمهم بص الاسوات بقى نبتدي بقى الاسوات. يا عم والله تلاتة. آآ يسلم راسك يا عم يا حبيبي والله يا ربنا يا خليك يا رب. آآ هبتقول ايه? آآ انا بقيت مدمنة المقابر وبقيت. اسمع احمد يونس حلقات المقابر. ربنا يبعد عنكم المقابر يا رب ولا حد يشوفها ولا تورد على حد. بس ان هشوف البيت غريب الشكل. ادي جدار. اهو نور هنا عشان يباين اللي النور معنا زبالة النهاردة. معرفش ان الحتة كوحيلة كده الترب كان فيها لمبة على لمبتين دي مفيش ام لمبه. وصل بيت عامل ازاي? لا مش عايز اخش مشان حاجة انا مش خايف بس الغاب ده هيجرحنا. بس عامل ازاي رهيب رهيب ده بيت مش ممكن. استنى كده اشوف انا دايس على ايه? يا نهار ابيض. ده صور بيت? طب والناس راحت فين تفشت? ده والله العظيم. اللي بيقولك انبارح انت خايف. خايف مين يا عم اللي انا فيه ده دلوقتي انا معرفش ان المنظر بص بص المنظر ورايا. نيني يا غالية. يا بتاعت كل دعم يا بتاعت كل لايف بس اختفتي حبة زيارة. بس انورة والله. او ده بيت يا عم ده صور بيت ده انا ممكن اخش في ايه حتة بس الغاب ده والبوز ده هيبه ده اللي هيعورني. فهمشي استكشف برضو كده. ده ايه ده كمان ده باب ده ينهر اسويد. يجد عنده يعني معلش يعني بني ادم كان عايشين هنا? لا عم عبدو فين? عم عبدو مفيش هنا بقى بح. الا بقى انا انا خدت رقم تليفون وخلي بقى لكم قبل كده. اه بس يعني باتصل بعم عبدو مسلا عشرين مرة وما ردش علي. بص الباب ينهر اسود يا جدعان. اه بس اهم حاجة عامل سلكة حديدة عشان نموس ما يخشش. عشان الحرامية ما تجيش. انا معاكم الاول. الناس اللي معاكم الاول يالك هبتدافع فعلا لان اما عارفين انا مش بتاعك الكلام اللهبل ده ولا بقعد اشتغل ولا اعمل ناس ولا هجس ولا اعمل. وانتوا منتظرين ايه? ان انا اما واحد زي بيروح يجيب عمل ولا تفتكروا ان الناس اللي هي بتعمل اعمال ما عرفوش. شباك تاني. بس الله كويس يا الرجل ده حاطت بدل ما يعمل جنينة قدام الشباك. حاطت جنينة في الشباك. جميل والله. ده ايه ده? ده ايه? اه. ده يعني بيض غريبش انا بصراحة يعني تقول لي نفسك في ايه دلوقتي? انا بحلم اخش جواه. نجي بره بالنهار وانشيل الغبدة. وان اه. هاقعد دلوقتي اشوف لي اي حتة بس هاقعد فيها كده ان رايح من المشوار مشوار طويل جدا يا جماعة والله العظيم يعني اتهلكنا ماشي والتراب كترحم وكانت اهوا من اللي احنا فيه لاننا فيش لمبة بصوا قدامي مفيش لمبة في حاجات بعيدة اوس مش عارف تعال انا وار كده هنا ده مدخل البيت بقى ولا ايه اللي حصل يا نهرب يد يا جدعين احمدوا ربنا جماعة اللي احنا فيه فيه بقى ناس تروح تعيش هنا وحيات امك روح المكاب روحات امك انت خاوم انا رايح النهاردة عشان انا حالف والله على النهاردة ممكن تبقى بكرة ماشي لان انا حلفت والله لان فعلا امبرح اه يعني كان فيه ناس اه انا عارف مش منك وحيات ربنا فيه ناس تانية بس انا حلفت مش هادر ارجع في كلام هجرش بس في حتة كده هشوف اقريكم المناظر انا نفسي بس انقابل تعلم يا سلام بص يا باشا عمود نور تحس الحتة كلها نقصة عمود نور طب وبزمتك ده عمود نور بيعمل ايه هنا وهل هنا هتيجي كهربا ده احنا في الاحلام يعني حرب يا طب يعني ايه سافهم عمود نور ده يعني عشان ايه بقى امرت ايه يعني هو هنا فيه سلك كهربا اصلا ما اعتقيتش ده ضمار ورانا وفي كل حتة يبقى ازاي يبقى فيه هنا كهربا تعالى نمشي نشوف انا زو يا اخي انا ايدي هنجت من مسكة الموبايل رغم ان انا انا همسك بالايد التانية بص بص نور على ايدي كده بص بص انا لابس جوانتي وبرده ساقعين تخيل انا لابس المنظر ده في ايدي وبرده ساقعين يعني حاجة غريبة الشكل ايدي التانية مش لابس فيها بس يعني خلاص والله العظيم انا شغال ايه انا شغال طربي ما دي اخرتها انا انا سمي الصفحة صفحة الطربي اجماعة مش قادر ادخل حد معايا معلش سامحوني بس اتطمن للمكان لان انا انا بكلمكو اه والله بس بص يعني مسلا كده بص نور انا ماشي قدامي بص لقيت ايه حفرة زي كده خلاص وحاتم علي عشان ناس ساعات تقول لك ده فيلم ده حوار ده مش عارف ايه بص بص احنا ماشيين في ايه يا نهوي اكسم بالله توزف افلام الرعب شعروي شعروي ماشي يا شعروي خد قلبي ماشي خلي بالي من الطريق ما انا عشان كده والله مش عايز دخل حد معي معلش سامحوني انا اسف والله بحبش احرك حد بص بص احنا ماشيين وده طريق اول مرة جيه قبل كده ما جيتوش فبص ده طريق اللي احنا ماشيين فيه وغير الضلمة طبعا والسواد اللي احنا فيه بس قلت اوريكم حاجة ممكن محدش ورها لكم او محدش دي شجرة بس ما لها عاملة كده ليه يعني يا لهوي نور عليها كده نيني صديقتي الغالية الف 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 شكر وشكرا لكيوتي ار برضو يعني زبط على الاخر كتر الف خيركم جماعة ملك احلى تحية منك يا حمادي الصعيد دي اجمل ناس انا بحبهم جدا ورجلت الرجالة في الصعيد انا من الناس القديمة حبيبي الناس القديمة دي على راسي طبعا والجديد برضو عملت ايه مع الراجل هقعد بس جماعة بس انا ماشي مشوار طويل والله العظيم وعما انا اسمع اصوات كده اه اشوف بس حتة اه اريح فيها سنة عشان بص ورانا ايه? ورانا يعني حاجات غريبة الشكل. اه فانا بس قلت ان انا اجي انا بحلم ان انا انا بشوف التعلب عند الترب كتير. بس بحلم ان انا يعني ايه? اه الا ايه? او اوعد معاه او شوف ادي بيت تاني اهورت. نور على البيت التاني كده. اه بص احنا ماشيين فجأة بص بص. فجأة يعني خرام في الارض. يعني يقول بس ربنا يسطر علينا. بيقول ايه? اه بيقول لك طب مدام ابن عمك جريء خده وروح المكابر. انا والله مش معلش انا اسف يا ابن عمي. بس مش مستني ابن عمي. عشان اروح. انا بروح لوحد يا جماعة من عشر سنين. عشر سنين. ما تبقى في البحر بس دي مش ترعة بص حبيبي دي مش ترعة. لو هي ترعة انا معاك اقول لك. بص الارض اهي بص ارجع وراك اهي. اهي اهي بص ارض اهي وامشي فجأة فجأة فجأة. بص ايه? فاحنا عايزين اخد بالنا بس من طريقنا. بص اخرها ارض تانية. نور معايا كده. اهي. والكشاف ده ضايع. فبص احنا يعني ايه? بس ناخد بالنا على نفسنا نعرف نمشي. بس هو في بيت هناك اهوت. بتقول ايه? شفت العجب اكسم بالله. ادحكك على اللي مرة من لايفين تلاتة. بص الشابورة باينا جامدة على فكرة. انا مش نرف نروح ماشي واه. ما نعش عربية على فكرة. جايين كده. اه ادحكك على اللي هو. لما انا يعني مرة نقعد نتكلم مع بعض. هدحكك على اللي يقول لك جبان. انا بموت متضحك. انت ما تعرفش. كصة حياتي ايه? ما تعرفش انا شفت ايه? في حياتي. وعملتي ايه في حياتي? عشان هتضحك. على ان انت تقول جبان. عشان ترب. اقسم بالله بخش جواها. بقول لك بخش جواها. ومعايا فيديو وريته للناس قبل كده. ما عنديش مشكلة. قصة انا مؤمن واعرف ربنا وانا انا هموت ودي مصيري ودي اخرتي. فاتدرب من دلوقتي عشان لما تتدفن فيها يعني ما تتفزعش قوي. فدي اخرتنا. المؤمن اللي هو يعرف اه. اه لا احكيها بس مش لوقتي. يعني نقعد بس كده. عم عبدو جماعة مش موجود بس انا. اتخلينا اتصل بيه ولا ايه? يوسف. كار كار معلش يوسف انا اسف والله. بس اتطمم بس الحتة جماعة حتى ممكن كمان شوية بادرابلي وشوف النظام ايه? اه. وانا لسه عارف حتى بيقول لك انت بتعين مدريتور ومدير اه وبتاع وكلام من ده. الراجل ده لازم يتعمل له بلوك. كيوتي ار الف الف شكر. مين معايا? جبت ابن عمي معايا. بيقول لك فين بتاع البيرسول? انت يا عمي ما لكش لازمة مع الناس الطيبة دي. سواني. اه دي. بتاعيز اعملك بلوك. انا بساهل على نفسي اسهل حاجة توصف لي شرع البلوك. مش لاقيك او راح اسمك من عندي. ماشي. هنديك فرصة تانية. بس انت ازاي مش بتخاف? انا قلبي ميت فوق الوصفة جماعة وحط ربنا مش بمزاجي. من اللي انا شفته ومن اللي انا مرت به. فين اه دي بتاع البيرسول يا عمي. اعمل لك بلوك. عشان ما او بحش انا من نوع ايه? رغم ان انا قلبي راح في ستين داية. بس انا بحس كتير يعني مش اه انت بتشتغل مش فاهم انت بتقفل بلوك اللي ايداك. مش عارف اكتبالي تاني مش مش فاهم. هو البيت ده كده بس خلينا في البيت نشوف ايه لنزام البيت ده. ادي بيت. المهم ان الراجل امان اعمله سلك حديد. عشان ما يتسرقش. بس الاسف نسي اعمل سقف البيت. مفيش سقف. تعال خش من جوه بقى. يعني البيت الراجل اعمله سلك حديد. ده حاجة عظيمة موت. استنى عايزين نبص حوليه البيت اللي حد يتلعلينا ولا يجيلنا يغفلنا في حاجة. لا ما فيش. في حاجة شايف معي عشان الشابورة النهاردة في شابورة جامدة شكلها. صدق. اللي نفسي اعمله وهعملها ان انا لازم امسك تعلب. مش هنسكت لما هجيب تعلب. خش بقى نور كده ديت. امام بسم الله الرحمن الرحيم. عوذب الله مش هيطر رجيم. ده ايه? لأ نورلي على الارض ماشي. قادي الحيطان. نوريهم البيت برضو قادي الحيطان. قادي يا سيدي الباب الحديد الشباك الحديد الراجل عامله. بس معلش هو نسي يعمل سقف. نسي يعمل سقف البيت اهو. البيت من غير سقف. بس امام برضو يعني ايه? عشان لو الدنيا حر تبقى العملية حلوة. ماشي. ده بيت. حلوة السقف كان ايه? ولا ايه? ما عرفش. تعال ان بص على باب التاني. اصلا هو جزئين. يعني دي قوضة زي ما تقول. ودي قوضة. ده سقف هنا في سقف نص سقف. ده ده الرعب على بوه. ده الرعب الاصلي. مش شايف احنا بننور والله يا جماعة احنا غلطانين كان مفروض اجيب كشف. مع ان انا مش مهتم بالكسة ان انا بقى اجيب كشف حتى اقسم بالله نسيت الحامل. يعني نسيت الحامل اللي بحط عليه. طب دي قوضة. ده ايه ده الميت ده ولا ايه ده? ده كلب ده? هتلاقي تعالى باكله. طب نور علي كده. طب نور هنا كده عشان يشوفوا المنظر العام برضو ادي باب. وايه دي شباك تاني. وايه دي. ايه بقى اللي في الارض ده? اه في حاجة متاكلة. ده كلب ولا حاجة? بس اللي انا عارف او قطة او كلب التعالب بتعمل كده بيروح جايب الكلب ساعات من رقابته وساعات الكلب هو اللي ياكله وساعات ياكل قطة. ابو الحصين? ايه ابو الحصين طب وضح لنا ابو الحصين? لان انا ما عارفش. اه التعلب ابو الحصين? طب ده انت راجل المية مية. اه دي يا سيدي. بس هنا اه الراجل كان بيقول لي اه هنا برضو نفس النظام اه النظام بيطلع عفريد بالليل وبيطلع مش عارف ايه وقبل بتاع. فقلت له ماشا ده احنا انا اخد فكرة ونروح نشوف اخي الجهونتي اللي في ايدي ده رغم ان هو انا في عيني بس اه من دايقني. بتقول ايه ايه يا ريت لو توفر نور هيكون احسن بكتير. اه والله معليش يا جماعة. اصلا انا مش بتاع اه تيك توك والحاجات دي. انا اعمل قناعة بس على اليوتيوب. هيا لو عايزين اه تزوقوا معاذا اشتركوا فيها بقى اكتر خيركم. القناعة دي هي اللي مهتم بيها بس لكن مش اه اه ما اخد بالك انا عارف ان هيطلع فيه تعالب وكلام من ده. بس هو انا معرف انهم ما بيخافوا. يعني بيشوفونا ما بيجوش او بيسمعوا صوتنا ما بيجوش. كده. طب نور البيت ده كده من هنا. نور عالشباق كده. اه. واكيد ورا البيت ده في حاجة. ده ايه كيز دي كيز. نور عالكيز ده كده. بس الشابورة ايودة الشابورة ده خلنا ايه? هوا مش باك. طب دور نور تاني هنا كده. بص 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 نور نور. نور نور نور. دي ولا دي ورقة? نا دي شكلها حاجة تصدق. انت بيمسك كده وان احنا جوالبيت كده غلط لان احنا ضمار تعاني اطلع برش في الورقة دي ايه? اتلاقي عامل زي مراجل بيقول لك. وانا شايف اعمال تانية بس انا ايه? عايز اجيب ده بس شوف النوع اللي هنا ايه? تعاني اطلع كده. انا حطيت الموبايل التاني في جبن عايز طلع انا اهور. عشان كمسات فعلا شوية. سانية واحدة. اه. ايه بص الموبايل عمل شابورة ازاي فعلا? وحيات ربنا الترة برحم. عايز بس اشوف الورقة اللي لقيتها دي ايه? ايه? الشابورة زادت قوي على فكرة ده احنا هنتزنق زنق قبيل تكلم. عادي واني بس احنا مش هنشوف نروح يعني. والله العظيم شكلنا هنتزنق زنق قبيل تبه نعايز اقعب ده افتح الورقة اللي في ايدي دي كده. ده ايه ده كمان ده. بيت. مبص فيه مراجب. بدفعنا اشنكله بيت. طب نور على ده كده عشان شبابكو مريبة. انا دلوقتي ما بقيتش اعمل مويا بملح ولا حاجة بقيت احرق على طول. خلي بالك اللي تحت ايه عشان مش شايفين انه مش شايفين ايه مش شايفين الارض. الناس ايه? النار اللي اتولعت مبارح. سببها ايه? والله ما اعرف. انا جماعة من اولي بشتري دماغه شوية خلي بالكم. ده من لقلبه. ما نقيل الاسكار والله هو قيل كل حاجة. ماشي الورقة في سحرة هفتحها والله يا جماعة. ما انا عادي انها بقيت دلوقتي متعودة على الاسحار دي عادي. بس بنقمن بس عشان قازين نركم في حتة. انا شايف هنا ضمار. احنا هنركم فين? ايه ده? شكلنا هنتوه. انا وانا ماشي كنت شايف حتة مربعة اسمنت كده. ما تيجي نوض عليها. طب نبس ده ايه? ده بيت مهدود. اعوذ بالله مش هيطن رجيم و اعوذ بالله مش هيطن رجيم. طب تعال نفعش هنحطة دي كده سد. ايه اللي في العرض ده? اهلا بالهد بالغراب. لا ده مش هدهد. ما ليه لقارة الهدهد ام كانة من الغائبين. عايزين نقعد في حتة بس اه نفتح اه. معلش. ليه بروح بالليل مش بالنهار? بالليل فيها كل حاجة. بالنهار كل حاجة مخفية. اللي راح يعمل سحر ما بيروحش. واللي راح يعمل حاجة ما بيجيش. عايز تلاقي بعد ما يخلصوا طول النهار ويشطبوا كله كم تمام? هتروح تلاقي كل حاجة جاهزة. اللي رمى سحر واللي رمى عمل واللي عمل اسود واللي منايل. كله بيرمي. بس يا اما يا برد علي والنبي احكي اللي حصل انبارح. هحكي لكم والله. بس يا جماعة والمصحة في ايدي متجمدة. مش شايفين حاجة تبنور كده? اهو. ادي باب و ادي بيت. بيوت مهجورة. بص اهو يا سيدي. عايزين نركز في الاضاء فعالية ان احنا غلطانين والله. بص اصلاحنا ما اعتمدين بقى قلنا التراب فيها لمبة فيها بتاع بتجيب. واي كشاف صغار بينور. طب انا عايز اخش البيت ده اناور معايا كده. يا نهار ويب. ده دمار شامل. بص الخرام دي هتلاقي فيها تعابين وهيسة وافلام وحاجات من الحلوة الروشة اللي احنا بنحبها. في مصحف. في مصحف? فين? اهلا 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 اهلا. بص بقى واحد حاطت ايه? مصحف. يا لهوي. حرامة جماعة المصحف يتعمل في كده. والله الله خرب بيت ام الصحر على الكفر عني لا. لو طلع اللي هتعبان هعمل ايه? عارف احنا بنقوله ايه? مش هتصدق. روح لحالك والله يسهل لك. وما بيازناش. وحاط رب بنقول بقى ده كلامها بل كلام عبيد. احنا ما بيطلعت عبان بنقوله روح لحالك والله يسهل لك. ما بيعملناش حاجة. بص يا جماعة العالم المؤزية. العالم الكفرة. استغفى الله العزيم يا رب. استنى. طب امسكوا بايدك كده. انا مسك بص يا جماعة. مسك مسك موبايل ومسك هيسة. يا حول الله يا رب يا حول الله يا رب. استغفى الله العزيم يا رب. طب ما عليش هنسيبه زي ما هو هنا. يعني هو محمي بربنا. لأ بقى هتقلب كده الناحية التانية في صفحة بينة جدا ان هو كرؤون. بصوا جماعة. بصوا والنبي مش حاجة تسعب على الكافر. كل ده عشان يبقى هو مقطعه ولا عايز يسحر بيه ولا عايز يعمل بيه. دي دي. مغمرة. والله انا ما عمالك اقرأ. استغفر الله العزيم طب ما تحكي لنا عم اها بحاجة من الحاجات اللي خلينك. مش عارف ايه افتح المصحف. ما فتحنا المصحف افتح يا عم تاني المصحف. اه دي افتح المصحف. بس احنا قفلنا في حتة عزيم يا قدامنا من ظهرنا وقدامنا. المصحف اوه. يقطعوا ليه ويعمل في كده ليه ويحطوا هنا ليه عشان ايه? عشان سحرة ولا عشان بدنجان ولا الكلام لها بلا. لا انا مش في نفس بلد الترى يا جماعة. مش عالارض يا جماعة ده بص شباك محدود على شباك بص اوه. الارض الارض تحت اهي. وهو بص ايه مشي ايه مشي ايه مشي كده اهو. ده اهو. ده شباك محدود على شباك. الله العزيم يا ربهم كل زنب العزيم. طب تعالى اطلع انت كده قد قدامي. عشان اشوف السكة ليه اذا مش. في حتة كنا ماشيين اول ما دخلنا كانت عندها اسمنت كده. ولا نوعد هنا. الناحية التانية. انا اني شفت حاجة في الشباك. لأ ما فيش حاجة في الشباك انا اتبصت جامد يعني ما تقلقش. بص بقى الاسوات اللي بتبتدي تطلع. الاسوات كترت على فكرة. هم بيتلموا علينا ولا ايه? يا اخ انا عايز اقلع الجوانتي ده خانق يدي. بص بفك لي الجوانتي ده من هنا. مش عارف اللي هو مش عارف همسك الموبايل منه. هم بص نحط البوائل التاني في جيبي عشان بس ايه? معلش يا جماعة طب يمسك انت الموبايل معلش يا جماعة سواني بتلمسش الشاشة بس. هلعى الجوانتي ده اللي عمينا ايه? مش مزبطني. مش عايز ان انا عارف هتحرك منه رغم انه مدفق ايد ولا ايه لأ. بس ده كده عشان ايه? بس كده. بتقول ايه كنت بخاف من الحوار العفريت والجن. في حاجة بتتحرك اه في الشباك لأ مفيش والله ممكن تهيئات مع الصورة ولا ايه معرفش. واستنى طالع الموبايل التاني نور به لان كده الناس مش شايفة حاجة فانا. اه شك ان احنا نعف نروح النهار ده انبات هنا للصبح. العمل راح فين? اه. بس تعالي نشوف لاني حتة بس نشوف العمل ده عشان الام يوارا نبص عليها برضو. ما كنتش بتوقع لها اي عمل هنا. اه بص الحتة عاملة ازاي. بيقول لي انت طبيعي مش خاف لانا مجنون. يا عم بسماتش على الناس برة بتحب المغامرات احنا بنحب المغامرات بس وقلبنا حديد ما بنخافش اصلا. ينفع نقود هنا? اه. طب تعال نقود. استنى طلع بس دي كده ثواني. اي. طب انت نور لي بس ده. فتح الكشفين وحيات ربنا والله. لا بص يا جماعة هم. هم كشفين. بس انت في دمار شامل بص الشابورة عاملة ازاي عالكشفات? احنا جينا فيه مخلط. استنى. ونسيت الحامل. الخيبة ان انا جاي مفروض بحامل اه يعني ما ننساش حامل دي ابدا. ده اي ده اقعد. انتو مش ساعنين انا بكلمكو باترعش وحيات ربنا ايدي تلجت. ياه. ايه ده? يا نهر يا سويد استنى ايزا ما هو. ده ايه ده? استنى اما الكامرة تجيب. قلبي بيدق بسرعة القلب بيدق بسرعة جمد قلبك وخليزها الحجر ولا يهمك حاجة. وانت هتنفد في الحديد. اسمع مني سيب كل الحاجات دي وخرج من الحديد دي مش طبيعتي ولا طريقتي. انا بقى خش يعني انت تقول لي كده انا دماغي برتوشة علش انا اسف. اه. اه بقى. ايه السود? اه. بصة سيدي ده حد يفسر يا جماعة ده دي صورة اولا ابيض وسود دي لعيب. معرفش ده اهلي. هي الكاميرا اضطر رابط ولا يستنى عايزة امسح عالكاميرا دي? لأ. ما عرفش ممكن ابيعت شوية كده. ما عرفتش انه عمل انا بلاقي الحاجة بفتحها اتعودت خلاص عرفت شكل تلاقي مدروب في كيسة في ورقة ومزبطها ومربحها وعملها وتلاقيه كده يعني شكله مختلف يعني بص الورق اللي في الارض كده بص 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 كده. لكن لما تلاقي ورقة مسلا مربعة يا عم مش بغشك والله يبلاش يا عم ده مش عمل. احنا لقنا ورقة وبنتفرج عليها. عشان الاهل ما يكسبش. ده عشان عمل الزمالك تتغلب النهاردة. اه ما بحوسة. ده ده فعلا والله العيب زمالك هو بس صورة قديمة موت. وقادي معرفش ده لبس احمر ده باين عندنا اسود طبعا بس اكيد احمر. اه لازم تلاقي بص لازم تلاقي بصمات. يا نهاري بص يا جماعة والله العظيم. اصابة طول عمرك نهاية. واعمل كده. يعني ايه ده يعني انت كده هتصيبه ده زمنه ميت اصلا دعيم ده. وريني ديب معلش. يا ريت دي بيطلع انه واحد ربنا بنيجي عشان يلاقي اه لا ده مش احمد الكاس لا 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 دي صورة قديمة ابيض وسود احمد الكاس مزا ما لحقهاش اصلا. بس يعني هو يعني العيب معين اللي هو بوشه ده فيه اللي هو جاي بوشه ده طبعا اكيد ده المقصود. اه ومكتوب ورا كزا. كلام معمول رموز كده. احمد فرج بتاع الزمالك اه ممكن بقى حد من الناس القديمة فعلا او معلش مش سوري في الكلمة قديمة. يعني بص كده. انا نفسي زمالكاوي معلش بس ما عرفوش. يعني معلش ده ممكن ما يكون محدون. لا مش فاروق عفر. شايف انا اوضح منكم معلش. نفسي اوضح لكم الصورة بس مش يعني. والله ولا حلم يتقولون ده واحد حلق شعره. معلش يعني ودانه طرعه من الجناب شوية. عرفنا كده ليس مالك بيخسر. والله العظيم شكلها. بيتعمل له اعمال. يظهر مرتضى منصور عنده حق. ويا ابن الابل سمرتضى منصور عنده حق. طيب نستفاد ايه? اه طلع عمل. انا ما قصتش طبعا اجيب عمل لقالب زي ما كان مالي. وانا بتاع كورة. اه بس لو لقيت عمل بتاع بني ادم بشيله وبحرقه. اه يعني تخيل تخيل زي ما قلت لك مبارح. انا وتشلك وانت مش داري. ايه ده? ايه? ايه ده? يعني ده حاجة هنة قوي. فربنا بقى بيقاف مع ناس. وربنا بيبرايد لناس خير. على فكرة دي انا مش عايز احرقها والله. دي صورة اسرية يا جماعة يعني تحس كده لها تمن والله العظيم. على فكرة انا هاخدها مش احرقها. عم عبدو اتصل بيه او عد عليه اشوف لو لقيته مرة. اه مش فاروق عفر والله. طبعا ده سحرق او عمل او حاجات زي كده. مش احرقها بصراحة صعبان على ده الصورة. يعني دي اسرية موت موت موت. يعني ابي دويس دي متصورة ايه? متاخدة من الملعب. يعني دي حد قريب وكان فيه تصوير زمان اصلا. عليه تلاصل. اه ماشي انا اخدها بس الشحرقة دلوقتي عايز اخدها بصراحة. والله ايه ماشي. لا يجد عمش نفس بلد الترب بيني وبينها ميت كيلو ستينج سبعين كيلو كده. بصوا بقى جماعة بالنسبة للحصر امبارح. اه اللي حصل امبارح يا سيدي. ما تحرقهاش الزملك هيكسب. لا يا عمد انا لو حرقتها ايه بقى الزملك? اه لو حرقتها الزملك هيكسب لكن لو ما حرقتاش بقى. بيقول لك ايه مية تمانية ايه الرسالة اللي فوق دي? اه مية ستة وستين مش عارف ايه? ايه طوب تلاتة واربعين يعني احنا رقم تلاتة واربعين في اللايف والنبا يا جماعة حد يفاهمني عشان انا ما اوريت له العمل ده هيديك فلوس والله. وحيات ربنا انت بتفهم وعندك حق امرتدة منصور لو شاف الورقة دي هيكلم نفسه هيفضح بها الدنيا. ايام لما كان بيطلع في التلفزيونيات هيقول لك بص عمل الزملك اهو. هو ده اللي انا بتكلم عليه. اكيد من سنين طبعا بس فعلا اه اجمل اخويا وكله عادس. اه بص يا جماعة امبارح عشان بس ناس قاعدت تهرج وناس قاعدت تستهبلوا. واحنا اصلا مش بتوعه الكلام ده خالص. آآ عليه الصلاة والسلام. كلنا بنحبك ونحترمك والله يا حبيبي انا بحبكم اكسم بالله. انا دخلت عشان واحد قاعد يحلفني ويقول لي بالله عليك وبالله عليك كزا. وهزعل لو ما دخلتش والله ما كنت داخل. واحد النهاردة معلش انا مش متذكر اسم اسوها حاجة دماطي او محمد الدماطي. اه مش كيس حديس يا عم دي بتاعها طلعة هي تجاه عين بتطلوا فتاة وده كيس ده اصلا ده حتة الورقة. اهي عالارض رميها. اه ثمانين والله عصي جوارة عصي. اه امبارح يا سيدي انا ملاقيت كده فقلت بقى ايه خلاص الناس عملاق ايه اغداء تهريج. انا رحت الترب كتير صح? وعلى يدكو. طب انت دخلت وانا بفتش دايما وببص هناك وهدفي ان انا رايح لعمل. والله العظيم محمود الدماطي حبيبي محمودة. اه انا ببقى رايح على عمل. طب انت حط نفسك مكاني. طب بلاشي عم احنا قاعدين دلوقتي ورقيت راجل جاي في وشك. قل لي انت هتعمل ايه? هلف واطل عجري? مش طبعي ولا طريقتي. فانا كده انا عندي حب استطلع غبي يودي في دهية. بيتكلم ابن عمي مش بيتكلم ما هو جنب يا هوت بس مش بيتكلم عشان انا بتكلم بس زوقيا يعني. بعدين هو مالوش في الكصص دي. حتى بيقول لي ايه ده ومش ايه ده وكده. اه فانا مبارحة يعني رأيت راجل في وشي. طب انا اعمل ايه? ابسط واضعف الايمان اه انا هقول له انت مين? بس مش هخش كده دبش يعني برضو لازم اقامل نفسي واعرف او اسأله اه انا مش في القرية انا قرية بنتا منهور وطنطة المرة دي. اهلا وسهلا بك يا مهند. انت عسل قوي وجامد قوي يا بحبيبي يا غالي تسلم. انت في قرية ايه انا في قرية. فمش لسم يعني اسم القرية يا جماعة. مش عارف فيه مش عارف فيه انا مش فيعم الكلام ده ايه? اكس خمسة وخمسين ام ار بكومنج اه ايه توب تو حد يفاهمنا جمعة الكلام ده. اه فالراجل اعرفت بس منه ايه اللي حصل وايه الكلام والكلام ده. وانه هو فعلا اشكيت فيه جامد جدا. قلت اروح اجيب الاكل وهقفل لايف عشان صعب علي اموت. انا يعني من نوع اللي بحب اخدم يعني. ولو في اي خير اعمله هقدر اعمله هعمله. اه مش هتاخر يعني. لا والله بيقولولي ما تروحش اه ساعات كتير. وبالزات المكان ده يعني يمكن الترى بتعودنا عليها لكن المكان ده امه شايفين دلوقتي طبعا وقالولي. اه وخايفين طبعا وقالولي لأ وبتاع بس هم عارفين ان انا يعني بس لك على قد ما اقدر. وعلى فكرة برضو معي حاجات تحميني. اه عرفت بس منه هدى. اه فالمهم معي حاجات تحميني برضو مش ماشي كده وبردو. بفتح متاخر ببقى فاضي. اه سوتي ازي سوتي محمود سعدة طيب والله. فالمهم سعب علي الراجل جدا مش بحلف كسب ابدا يا جماعة انا. انا راجل يعني يعني انت بتشوف الموت وبتشوف الميتين وبتشوف التراب وبتشوف كده يعني عيب يعني ما الواحد يجذب ولا يقول كده ولا كده. اه يعني عيب يعني انت اكتر واحد بيشوف التراب وبيخش وبتعامل الحاجات دي بيعرف ربنا سدقوني حياة ربنا. ايه عم والله ما لها في البطل. انا عايز افن بتقول لي مبروك على التريند. طب انا سألت سؤالة بيكا حدش جوابني. ايه التريند لما انا طلع تريند بيفيدني في ايه? قولولي بيفيدني في ايه? طب انا طلعت في تريند بيفيدني في ايه بقى? قولولي عشانا ما عرفش وحيات ربنا ما عرفش. اه قولي بس وحد يرد عليه قبل ما كمل الحكاية. يعني ايه تريند انا طلعت فاهم كلمة تريند طبعا اول ولا مش عارف ايه? طب يعني ايه تريند ده? استفدت ايه بقى ما طلعت تريند? تشتهر بقى وابقى ايه? عطها تشتهر فين? في الترب دي وفي البلاوة السودة هنا قفية? طب بيدوني حاجة بيدوني جايزة بيدوني حاجة? بيطاقت فلوس طب انا طلعت قبل كده تريند مرة او مرتين ولا بني ادم بعت لي رسالة قال لي شكرا ولا انت بتعمل ايه ولا كنت فين? الكنام ده هجس يا جماعة اكسم بالله تيك توك بيشتغلونا تصدقوا اتقامنوا بايه? انا بشحم باكو اتنت بمية وساعات بمية وخمسين وساعات بسبعين على حسب المدد. اه اللايف ده اكسم بالله ما بيجيب حق الباقة مش هتقولك اه مش عارف ايه ما بيقوه اكسم بالله ولو عايز اقريك رصيدي بس شعر فاطلع من اللايف لقيت فيه اربعة او خمسة دولار ده خمسة في خمساشار بخمسة وسبعين لو انا بعمل كده عن الكلام لهبل ده عشان اطلع لي خمسة وسبعين جنيه يبقى انا راجل معلش بخرف انا بعمل كده انا بحب كده انا بحب المغامرات ولاي اماكن بسافرها وبروح حتت وبروح اماكن مزاجي كده هو مزاج من البس تيني لها عامل ايه هو مزاجي كده انا هتديك هدايا دلوقتي ايه الهدايا بقى اللي تطلع انا كله بشوفه كده يعني على ورق شكل فلوس دولارات طيب ربنا يا سهل فالمم الراجل صاحب علي رحت لفيت لفيت الدنيا كلها انه لقي اكل محل ما لقيتش ولا محل فاتح رحت رايح على بيتي خدت ابقى تسألي واحدة واحدة كده وروحت على بيتي رحت رايح جايب اكل له ووديت الراجل اكل انا اصلا قلت له هجلقيك قال لي اه هجلقيين وروحت لقيته فعلا اه مش بيتكلم هاجس ولا حاجة التكتوك ما بيديش فلوس على فكرة والله العظيم مش حاسس طب كان يبان عندي حتى حاجة ولا يقولولي كزا ولا حد يقولك طب شكرا انت عملت لايف وتلعت تريندي يا عم الف مبروك بس شكرا عايزين دعم مش اكتر اه من عندي صفحة يوتيوب بتقول لي اعمل صفحة يوتيوب من عندي صفحة يوتيوب رجاء يا جماعة وانه بيخشوا على البروفايل بتاعي في التكتوك ده هتلاقي اللينك بتاعك اشترك في الصفحة بتاعتي على اليوتيوب بتاعة عربيات وحاجاته ماليش في المواضيع دي رغم المغامرات دي كلها ما كنتش بسجلها وجيت هنا مية مرة ما سجلتهاش التسجيل جي اصلا بالشو بالصدفة فيديوهاتي على اليوتيوب موجودة خشوا على اليوتيوب ارجوكوا واشتركوا في القناة دي الحاجة الوحيدة اللي طالبها منكم بس اه رجاء يعني اللي اشترك يكتب لي اشتركت 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 يبقى دي الحاجة الجميلة اللي انت عملتها معي اه ما انا والله بفكر بقول ان ايه المغامراتك على اليوتيوب يعني هتجيب بلوي كزا واحد قال لي كده بس انا مش مش دي حاجتي اللي كنت بنزلها شوف فيديوهاتي هتلقيني بعمل حاجات كلها مصلحة للناس مفيدة للناس مش عارف ايه للناس كلام كده حتى اخر فيديو عامله الواب تاع اللمبة ان تغير شريط اللمبة مش عارفية مفيد للناس بقول تغير الناس اللمبة بمية جنيه وبتمانين جنيه وبمية خمسين وبمية اين اه انت اشتركت من زمان انا عارف الناس الغالية بتاعه الاول دول فبس اشتركوا في اه فبتاع ده اشتركت طب شكرا يا جماعة الناس اللي اشتركوا ياريت تخشوا على القناة مشترك شكرا الف الف شكرا بالله عليكم ده طلب مني الوحيد وانا اراح لكم الجن الازرق اه اشتركوا بس في القناة مش اكتر اشتركت زم الكوي اشترك زميل فروحت جبت اكل بين بيتي وروحت انا متوقع تسعين في المية ان انا هروح مش هلاقيه اشتركت شكرا للناس اللي اشتركت في القناة جماعة قطر الف خيركم والله بقاله كتير مشترك عما بقى انت حبيبي اللي بقاله كتير مشترك ده الناس حبيبي من زمان اه ما انا ها والله بفكر بس جيت مرة نزل فيديو عشان ناس قلت لك انت اه نزلت اه ما نزلتش لقيت ساعتين ونص الفيديو وتلت ساعات اه اه لقيت مشاكل فيه تنزيله وتعمل جزء وجزئين وكلام من ده فانا ماليش مرضه في القصص دي كنت وانزل فيديو تلت ساعة وخلاص فالمم رحت جبت اكل من بيتي خلاص وقلت انا رايح تسعين في المية مش هلاقيه رحت لقيت الراجل قاعد ومستنيني قال لي انا عم يعني باكل بالصدفة ازاي بياكل بالصدفة ان هو الناس اللي بتيجي بيبقى معاه اكل يقول له طب هتيجي زور مية تيجي زور بتاعي جاب معاه كحك مش عارف ايه اه كلام من ده فبياكل بالصدفة فاخدت له اكل واخدت له حاجات يعني ممكن تطول معاه شوية اه فروحت واخد اه ما تمشيش ليه انا قاعد بحكي لكم وبتقول لي هتمشيش ليه اه اللي بيقول لك يا عم ما تكمل انجز انت مش عايز اخلع ما بنجزش انا بحكي الناس اللي حبايب يعايزين يستنونا يستنوا اه فخدت اكل منه وروحت وديته بقى وقعدت معاه ورلي وشه شوية بس قال لي بشرط ما تصورش اشان انا مش عايز اتفضح ولا تشاف ولا حد اللي في قطع ولا عايز اتشاف ولا عايز كده كنت هصور تاني بس قلت لقي انا راحت منظر هصور الراجل ومش عايز اتصور فقلت بلاش اديته اكل واقعدنا واكل وكلام من ده اه احكي على مهلك ماشي يا حاضر حبيبتي يا غالية يوكا متين تسعة وعشرين اه بعد يا سيدي ما اكل وكده فقعدت اقول له يعني بالزمة ده وضع ده ينفع كده اه يعني ما ينفعش برضو روح تخيل يعني حاجة صعب على الكافر اللي انتو بتتريقه بيقول لك عياله بيشتموه وبيضربوه ده راجل كفر من الدنيا اه اه فعياله بتضربوه بيضربوه وبيقول لك مراتي ست عنيفة شكرا للناس اللي اشتركت حبايبي ربنا خليكو يا رب لينك القناة لينك القناة القناة موجود في خش صفحتي على اليوتيو على التيك توك دلوقتي اللينك موجود فيها فمراته ست مفترية وعمل عصابة بالعيال اكيد حد بيمر بالحاجات ديت يا رب ما تمروا بيها ولا حد يشوفها اه فعمل عصابة بالعيال وفتروا عليه وعايلوا ضربوا مرة بعصاية مكنسة يعني حاجات اه وعارف عنده بيت بصور داير ما يدور ابنه كان اه زعله يعني زعله من البيت ومشوا من البيت وسبوه تبعت له بقى عايل كل يوم ينطه من فوق الصور ويخش يضربه ويطلع يخش يضربه ويطلع دا حاجة تقطع القلب حاجة محزنة اه والله يا شكرا الحبيب السعادة لقلبك يا رب قطر الف خيرك اه فانا حزنت حزنت جدا وتأثرت منه جدا فعياله تضربه وناس بتشتمه وهو كبر على فكرة اللي بقولك دا يمكن هو اللي كان بينط في الترب انا كساف تسأله السؤال دا دا مش قادر يوقف على رجله مش قادر يمشي مش قادر يوقف اقوله انت بتنط منش عارف منين الكساف تسأله دا عجوز خالص اه وان هو دلوقتي يعني مش بيقدر يعني مش عافي خالص افوش صحة خالص اه فضعيف يعني بياخد فلوسه تخيل واخدين بطاقته سرقين بطاقته سرقوا اولاقه كلها اه سرقوا كل حاجة من عنده اوراقه تخيل اوراقه كل انا ماليش كونيا مش موجود انا مش موجود فلما جاله يعني اه بتاع دا اه مش راضي ييجي خالص في اي حاجة ولا دار ولا بتاعه هيروع في من ربنا ما دا حقيقي دا اللي صعب علي مش اكتر انتو باخدتوها تهريجو الناس مش عارف ايه اه 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 فيا سيدي اه كان ببعتوله عايل كل شوية يضربوه من عصور ومش عارفينه هم اخدوا حاجته لسه مع حساب في البنك اه ومازال عنده فلوس دي اللي وحيدة اللي باسمه اشتركت شكرا للي اشترك اه فالراجل زهق من الدنيا خالص اللي تقادب ما عافش يقعد في بيته يوم جوم في يوم راحوا جايين قاعدين في البيت وكرشينه في البيت ومش عارف ايه عمل محاضر وعمل 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 يجوا يوم يمكنهم البيت يتضرب تاني يوم يتكرش يروح يجيب الشرطة يروح يجيب تاني والناس تهرب عالبال ما يجيكونوا اللي في البيت هربوه اه ده اللي حصل فاطهق في عشته فمشي من البيت بس قبل ما يمشي بقى الحتة اللي قالها لي انه كان تعبان وعنده السكر بيعلى جدا طبعا من الزعل اللي هو فيه البلاوة دي اه اه فسيدي راح جاي جاف يوم له غايبوبة سكر فقالك بس ده مات وراح ادب راح وجاي ايه اه دفنينه بعد ما دفنوه اه مش زي ما حكا لي مبارح قوي فهمت منه اه فيه ناس كده بيعملو كده الله واعلم بس اه المهم ان هو ايه اما فاقم الغايبوبة كانت الساعة احداشر اتناشر بالليل وقعد يخبط ويعمل يعني واحد ما عدي بالصوت فغفير ولا ايه ما عرفش اللي فيقاطع غير مكان ايه دي بس كده ولا حاجة فالمهم اه جي اه واحد سمع الصوت وطلعوه قالو الاهلو ده الراجل كان عنده غايبوبة وطلع المهم انه طلع مرضوش يدخلو البيت الصوت بيقاطع معرفش الشبكة ايه ايه ظروفه اه فالمهم مرضوش يدخلو البيت وقعد يوم واتنين وناس تيجي وناس تروح وتصالح وتعمل ما فيش حد عايز يدخلو البيت وعيالو شباب من الناس اللي بتشرب بانجو وبتشرب حشيش وبتشرب مش عارف ايه اه فخلاص وضعه بقى كده خلاص مالوش بيت مالوش حاجة رح لاجأ لفين للطرب مش كان قاعد هنا على فكرة بقولي انا بقى ليه تلات ايام هنا مش عارف الصوت بيقاطع دي اعمل ايه اغرر مكان اروح فين العيب من عند اه ماشي مش من عند انا الصوت حلو لايف تمام طب خلاص يبقى مش من عند انا فعلي فالمهم الراجل بقى خلاص بقى بيترمى زي اللي انت بتشوفوه ما تروحش مسلا كده في كاهرة في اسكندرية في اي حتة تلاقي واحد قاعد تحت كوبري قاعد تحت هنا وده انه طويلة ومعفن وحالته بلى ما جابوه قبل كده على الفيس كزا واحد يسألوه ويطلع وراء قصص وراء افلام الصوت حلو تمام اه فده اللي حصل معاي عم بس قادي بقصة وبقى لاجأ عم بليه ترمى من هنا الهنا حتى انا قلت انا اجيلك بكرة قال لي مش هتلاقيني هتقعد تصورني وتعملني وكل شوية تطلعوني ويطلعوني بقى مش عارف فين ويعملوني انا مش عايز الكلام ده خالص ولا عايز حد يعرف ولا عايز حد اه احترمت كلامه قلت راح ابص عليه رحت بصيت عليه النهار بالنهار ده ملقتوش فعلا اه ومشي وخلاص على كده ايدي الكصة بتاعته انا عملت اللي عليا هو يمشي وقت انا حاولت ان انا اه اكتب لت عليك تاني وانا اقراه حاولت ان انا ساعد ولا اعمل ولا اي حاجة هو اختفق ومشي بس وهتلاقيه رحت طراب تانية ولا اي حتة تانية يقعد زي اللي بيعوده في الشارع ده اه وتشوفه انت معدي وانت رايح مش شغل بلك اه واحد عاد في الشارع وهو راي عيني كصة وعلين عنده فلوس وعنده عنده اه بس دي الكصة بتاعته ومشيت على كده خلاص اتا وانت اقول لي هعمل ايه? انت راجل محترم حبيبي ربنا يخليك والله. اه قبل المح ابدالله محمد تقريبا. اه فبس ادي الكصة طب يا جماعة انا هعمل الدخول بس سريع كده. اه حد اسمكم يا ماشي دخل اه ابعاتي تاني وانا هدخلك. اللي طلعلي قبل كده ما عرفوش مش انا مشيت اخر مرة معاكم ما كنا هناك والراجل طلع اه وطلع فوق طربة وطلع فوق شجرة وطلع دول بقى يعني ناس كتير ما بقولوا يا عم دول تبع الناس اللي بتعمل سحر هيعود يسلوا عليك ويبعتولك ناس ويعملولك ناس لما بيعرفوا ان انت بتيجي اه اما انت بتمشي خلاص عارفوا ان انت مشيت بيقولك بس ده مش جاي تاني. فانا اروح تراجع تاني. دي الكارسى بقى. قال لك ده كل ايشوها هيشتغلنا هتوعد تقريفنا. اه ده بيعمل ايه ده? انا مش فاهم حاجة. بجد اقول مرة اشوف اللايف ده. طيب اشترك في القناة واحنا مش هنعيد تاني الكلام. اه بقول لكم لخص في الاخر عشان الناس اللي داخلها جديد. القناة بتاعتي على اللينك بتاعي في الصفحة التيكتوك خش اشترك فيها. اه على فكرة اه موضوع النار انا سألت فيه. اه 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 سألت النار قالولي لأ هو في ناس اه في حاجات ممكن او في حاجة تطلع مبقاها نار او كده. معرفش انا باكتنعش بالهجز ده كله. اه بس ده اللي شفته مبارح يعني. انا مش بخاف الحمد لله يا رب. تلاقي الشبكة بحشان النار ده عندك. دخلت عند حضبك. شكرا للناس اللي اشتركوا. عم عبدو فين هتلاقي عم عبدو عند الطرب بقى هناك ولا معرفش راح ولا مش موجود ولا ايه. انا معاني تليفونه. اه يعني ممكن ابي بشوف بكرة ولا كده نشوف نروح ولا ايه. ماشي بس انا عايز افرقكو على الحتة دي تاني اتحرك ماشي. اه ما النهاردة طيب انا جيت في مكان مختلف عشان اه الناس تعطي التاريق. وتقول لك التراب مش عارف ايه وبتاع ايه وقعدوا يتاريق. وفقلت خلاص يا عم بلها تراب. يا جماعة الاعمال موجودة فين? قالوا لي في البيوت المهجورة. فقلت اه اروح اه اي بيوت مهجورة ففعلا سألت على حتة قالوا لي الحتة دي دمار. بس انا مش عارف افتش قوي فعلا. اه عايز اشوف كشاف فعلا اه لان انا فعلا غلطان اللي انا جيت بتكشفات الموبايلات اه وكده. حتى وحط ربنا مسك الموبايل باي دي انا ما جبت. اه رجل عم عبدو فين? اه انت شفت حاجة غريبة بقى دي. عم عبدو انتو اللي لفت نظري على فكرة انا مش ببقى مركز في في اللايف وفي الناس اللي بقى راها وفي الحوالية واللي ورايا واللي قدامي. ما شفتش رجل عم عبدو حط ربنا لما انتو قلته. معايا حد اه معايا قريبي وقاعد معايا. بس هو الوحيد اللي منور لي بالكشاف قاعد. لان دي حتة قطعة هشتري كشاف فعلا كبير او كويس. اه عم عبدو غريب فعلا عم عبدو غريب جدا 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 وشه ايام زي مبارح انتو لو فت نظري وشه قسو ده انا متعود على شكله مش ببص او بركز بركز في اللي حوالية. اه فواحد قال لي ده عم عبدو رجله واحدة اكتشفت ان فعلا رجل واحدة. اه معرفش عامل كده ليه? اه اه فلاقيت ان هو رجل واحدة فعلا بعد ما خدت بالي بس انا كنت اه اه ساعتها شفت الراجل اللي قاعد جوا او قبلها بان او بعدها كنت عايزة امشي اه باي طريقة راح اجيب له اكل. اه قريبي شكله مش مرعوب بيتكلم لا اقريبي قاعد ساكلت عشان انا بتكلم بس يعني انا اتكلم انا وهو ازاي يعني. اه فعم عبدو هو فعلا مريب شكله مريب. ومبارح وشه حاجة غريبة جاي بوشه مسود كده حالة غريبة غريبة غريبة. اه فبقول له بقول لس انا تعبان. اه ما قليش قطع لرجل بقول لي تعبان اقول له عم فين رجلك التانية ما انت ماشي رجلك فين? يقول لي اصل اه انا تعبان تعبان. اللي نازل عليه يقول انا تعبان. اه فقادي الكصة بس. اه عم عبدو قال لك ايه لما لقيت رجلو ما بينطقب قول لي تعبان. عم اللي اسأله تاني تالت رابع قول لي تعبان تعبان. اه عم عبدو الرجل مريب في حاجة في وشه وشكل وشه. اه فعلا في حاجة في عم عبدو يعني انا مش عايز اقرص عليه قوي لان الناس دي ممكن تتنرفز يعمل ايه? الله واعلم. اه عم عبدو هو فعلا اللي انا يعني عايز اركز معاه شوية واكتشفه شوية. اتحرك ماشى حاضر. ما ااخد بريم انا اكتر رح واحد روشني عم عبدو. كل ما امشي جوه تراب واشوف حاجة ارجع جري على ام عبدو. اروح مش عارف فين اعمل ايه? اروح الى عم عبدو. ماشى يا جماعة ندخل واحد كده ايوا. اهلا. اهلا وسهلا بيك. انت منين? اهلا. من جيزو. اهلا وسهلا بيك. اما لو شكلت كده وهلا دي قلت ده مش مصري. لا لا. انا اللي قلت انت مش مصري انت منين? اه انا من مصر. ايه? ايه السبب ان انت قلت ان انا مش مصري ان انا بتكلم مصري? لا انا انا اول ما انت فتحت الكاميرا قبل انت متتكلم ان اقولت مش مصري. بس ما اتكلمت قلت انت مصري. اه. طب ليه قلت برضو مش مصري الكاميرا ايه شفت عشان المنظر يعني والكلام ده? مش هور المنظر. الصورة الشخصية نفسه انا بقى بعمل. لا ايه صورتي كده بقى هعمل ايه? معلش? زي صورتك انا فكرتك اجنبي او يعني حد عربي. ايه. ممكن يكون عبدو دجال ده حقيقي بشك ان هو دجال او في حاجة غلص فيه. ايه? افضل اسألني اللي انت عايز اسألني عليه اسألني حبيب انا معاك. مش عايز اتحرك. عشان الناس بتقول اتحرك. هتحرك شوية ماشي. اسألني عايز اسأل على ايه? مش عاوي. طب ما انت هتاخل ليه? يقول لي عشان اركز في اللي انا فيه. لان انا في حتة اه ضلام خالص وآآ. اه انت قطعت اللايف طيب خلص عشان اركز مع الناس فعلا. طب انزل آآ. ستنى بس هبدور على الموبايل التاني اهو معك والله العظيمين اطلق بط يا اخي هندور بقى شوية. آآ عايزين نبص على حاجة برضو نوريا للناس. آآ هرب بخلني اهو هرب بوقت لقي يعني خاف من المنظر ولا ايه معرفش. آآ ده الجزء ده اللي في بيوت مهجورة بس صح? آآ. عايزين نشوف لو في بيوت تانية هنا ولا هنا نوصل لها. هو اللي هناك ده ايه? بيت? ولا انا مش شايفه من هنا. خلي بلك في حفرة تحتيك. اه دي احنا رحناها لأ. ودي رحناها. عمونا يا جماعة هنا اه يا عم ايه برد ازاي عم عبدو? يقول لك امشي. هقزيك. هو قاله كلام غريب. بساعات يقول لي امشي هقزيك امشي كزا. هو مدى ان انا بروح هناك. ده ملخص يعني. ان هو مدى. تعال نقرب هنا على الحيطة عشان يبقى على القل شايفين اي حاجة. آآ يقول لك امشي انا هقزيك. آآ هو كده الناس دي خلي بالكم. آآ ما بيبقوش بيتكلموا كتير للدرجة. آآ بس ممكن يعني انت انا واعي للناس دي وعارفها. ما تستفزوش جامد. عشان ممكن تتوقع منه اي حاجة. خلي بالك يعني الناس دي حتى لو هو. آآ اه بص بخرة. والله فكرت اسيب الفون عند عم عبدو بس انا لما اسيب الفون عند عم عبدو طب انا اصور ازاي. يعني انا اصور ازاي. خلي بالك من نفسك والله يكتر خيرك انا بخلي بالي من نفسي بس قول يا رب بنعرف آآ نروح تتعاني مش في الحتة دي كده ايه دي. يا رب بنعرف نروح لان الشبورة نازلة جامد. لا عم عبدو ممكن يكون في حاجة ده تسعة الاف في المية عم عبدو في حاجة. وبن ناحية مريب فهو مريب. آآ هنمشي فين ده ايه ده. آآ وممكن يكون وراه حاجة فعلا بس انا مش عارفها. واش هي الشبورة بص كده كشاف الموبايل عم بيعمل ايه? بص قدام ه الدخانة قد دي. لأ نفسي يوريك استنى. الله موبايل بيصفر يعني الشحن آآ قرب. بص الدخانة. ايوة الله ينور عليك الناس اللي قويت الملاحظة. وشه كان اسود مبارح. انا اول ما جيت لو الناس اللي كانت معايا من الاول. ما خليتوا يقول القرآن. اللايف معلقة طب تعاني غير مكانة اللايف معلقة. هو ده شارع ولا ده احنا فين ولا ايه? آآ 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 خليتوا قال القرآن قبل كده بدل مرة عشرين. وآآ. قوة يلا نتمشي الروح واشن بنتكلم كده حبة حبة عشان شكلنا كده هنتزنة ازنة اسودة. يلا بينا نروح واحنا ماشيين نتكلم. عشان الطريق آآ والشابورة زادت بص الدخانة يعني عاملة منظر تحس بصنا بس قدام كشف الموبايل كده بص الدخانة قدي بص. هنا ورب التاني كمان. بص الدخانة. ده احنا في شابورة بنت ستين كلب. ده احنا فعلا ربنا يسه نروح نروح. ده الواحد ممكن يتلقبط الطريق. بس انت يعني بتالي حافز الطريق شوية عني. يلا بينا. ناخدها ماشي بقى كده واحدة واحدة وانا بنتكلم. نصور حاجة لو فيه. ده ايه ده? يلا بينا نخلع. يعني لابل ما نمشي وناخد السكة ممكن ايه? عايز اشوف عم عبدو عم عبدو بكرة بقى هنشوف النزام هفكر كده ونحاول آآ نطلع. بصراحة دي البيوت المرعبة بجد يعني بصراحة. يعني فيه ناس بتيعمل حاجات مرعبة بتطلع مش مرعبة. انا سامع صوت. الله الله لا 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 لا. جدعان ده احنا مروحين يا جدعان. ده ايه في حين انا حاس في حاجة هجمت على الغراب ده تصدق? احنا كده سكتنا صح? طيب بص كده. اه هجيب بكرة معاك الشاف لان انا نفسي مش شايف امشي. يا بص كده تمشي تلاقي ايه? حاجة جميلة قوي. انور كده. ده خرم في الارض. حاجة عظيمة. هو ايه ده? سادة ده الواحد عايز يجي يفتش البيت ده بالنهار. انا هجي بكرة بالنهار انا هفتش البيت ده. ايوا فعلا انا هجيب كشاف لان دي خبا من انا معلش. لا ما انا قلت قبل كده سألت على العم عبدو وما فيش حد يعرفه. بس. احنا ماشيين كده الطريق صح? اه صح. احنا جينا من هنا فعلا. الخيبة بس احنا مش شايفين نمشي وكشافات المعفنة اللي معانا دي بتاعت الموبايلات وعلى فكرة واحد بيصفر يعني هيقطع. ايه في الوف تحتاني بسرعة? الناس هتطلع. لا ما تخافش هو حتة هنا وحشة في الشبكة هتلاقيها شوية تتعدل وشوية تبقى كويسة. طب قولولي كده جماعنا ها انا ماشي اهوة اللايف معلق ولا حلو. انا بقى ارا القرآن والله. ايه واقولولي بس اللايف شغال ولا لأ عشان اه اطمن عشان اما كده اقفل وابص اللي قدامي. تمام? طيب حلو جميل ماشي. قدمين ده ايه? بسبب مشترك مش هارك استنى كده اشوف انت شايف ولا لأ ايه? اللايف في حاجة ايه? ايه? معلق اجماعة ولا شغال? البس اتعفرت اوه ده هنو اتعفرت بعدين الموالد تاني مش هارك شغال شغال طب ماشي. لأ قولولي شغال ولا لأ عشان اعرف. ناس بتقول شغال وناس بتقول معلق. مش عارف انت شفت حاجة ولا ايه? واستنى. بيتقول ايه معلاش? ايه في الوف تحتاني مش هتخسر حاجة بسرعة عشان تجمي. طب ايه انا ماشي لو معلق. طب مانا ماشي يا جماعة هو في ناس بتقول شغال وفي ناس بتقول حلو. مش شغال طب شغال واحد بقول شغال. طب استنى انا هقف هاركس شوية كده. عشان بس يعني يجمع شبكة لان فيه والطريق من البنيلة. معلق طب انا هقف شوية. طب ايه يا جماعة ناس بتقول شغال كويس وناس بتقول مش شغال ايه الموضوع? طيب انا واقف ثابت شوية هوت عشان اشوف اللايف هيعمل ايه? او هيشتغل ولا ايه النظام? انا واقف شوية ثابت. قولوا لي شغال ولا مش شغال? شغال يعني ايه? عندك الشبكة دعيمة. طبعا الحتة دي ممكن تبقى الشبكة فيها مش حلوة. مش شغال طب انا واقف يا جماعة هوت شوية. بس يعني شافي السجنال اللي حلوة. طب انا واقف دلوقتي كده ثابت اهوت. معلق ما تقولوش معلق بقى تاني ما الناس بتقول شغالة اهو. عندهم هما المشكلة ممكن فعلا شغال يا باشا ماشي. انا واقف ثابت اهو بقى مش معلق مش شغال كل ده. مش شغال والله انت بتحلفلي طبعا يا جماعة عملي طبعا هنقل تاني في حتة تانية. همشي في حتة تانية. ارايب اهو. هديني ماشيت في حتة تانية. طب اقفل وافتح تاني. الناس بتقول لي افسل اللايف وفتحه تاني. طيب خلاص اه شكله خايف خايفان هداك. يا عم روح هلعب يا بتاع خايفان انت. انت اللي خايفان. ما عندناش الكلمة دي مش موجودة في القموس. ما ايه? مرهوش ضعب البس. طب انا هقفل وافتح تاني هعمل ايه? هقفل وافتح تاني. لما افتح هستنى شوية عشان يشتغل. اللايف مش شغال. طب يا جماعة لو ساعم عيني هقفل وافتح تاني. ماشي. هقفل وافتح تاني. ماشي. هقفل وافتح تاني يا جماعة بأكد عليكم. واقفل وافتح تاني.